تمثل هذه المعادلة أحد صيخ قانون سرعة التفاعل التكاملي للتفاعلات من الرتبة الأولى إذ أن اللغريتم الطبيعي ln لتركيز A عند الزمن T ناقص اللغريتم الطبيعي للتركيز الابتدائي لA يساوي سالب ثابت سرعة التفاعل K في الزمن T الطرف الأيسر من المعادلة يساوي اللغريتم الطبيعي لتركيز A عند الزمن T على التركيز الابتدائي لA ويساوي أيضا سالب K في T للتخلص من اللغريتم الطبيعي حولوا طرفي المعادلة إلى أوس E ليصبح لديكم على الطرف الأيسر من المعادلة تركيز A عند T مقسوما على التركيز الابتدائي لA أما الطرف الأيمن من المعادلة فهو E أس سالب KT اضربوا كل الطرفين في التركيز الابتدائي لA بحيث تصبح المعادلة تركيز A عند T يساوي التركيز الابتدائي لA ضرب E أس سالب KT وعند تمثيل ذلك بيانيا فإن تركيز A يمثل المحور الرأسي Y بينما يمثل الزمن T المحور الأفقي X هذه صيغة حلال أسي ويمثلها هذا الرسم البياني انظروا إلى هذه النقطة هنا حيث الزمن يساوي صفر كم يبلغ التركيز عند هذه النقطة؟ عوضوا قيمة الزمن T هنا التركيز يساوي التركيز الابتدائي ضرب E أس سفر وE أس سفر يساوي واحد أي أن هذه النقطة تمثل التركيز الابتدائي عندما يساوي الزمن صفر ثانية ومع اقتراب الزمن من اللانهاية فإن تركيز A يقترب من الصفر وهذا هو التمثيل البياني للانحلال الأسي سننتقل الآن إلى ربط هذا بمفهوم عمر النصف ويعرف عمر النصف بأنه الزمن اللازم لانخفاض تركيز المتفاعل إلى نصف تركيزه الابتدائي وعليه إن كان هذا هو التركيز الابتدائي فما هو التركيز بعد أن يتفاعل نصف A اخصموا التركيز الابتدائي على اثنان وعوضوه مكان تركيز A وارمزوا لعمر النصف بT واحد على اثنان أو تين نصف عوضوه مكان الزمن T إذن عندما يساوي الزمن عمر النصف فإن التركيز يساوي نصف التركيز الابتدائي عوضوا هذه القيم في المعادلة لإيجاد عمر النصف للتفاعل من الرتبة الأولى الطرف الأيسر من المعادلة يمثل التركيز الابتدائي مقسوماً على اثنان ويساوي التركيز الابتدائي لـ A ضرب E أس سالب K في عمر النصف أي تين نصف لاحظوا أن التركيز الابتدائي لـ A يلغى من طرفي المعادلة حيث واحد على اثنان يساوي E أس سالب K في T النصف لا بد من التخلص من E وذلك بإيجاد اللغاريتم الطبيعي لطرفي المعادلة اللغاريتم الطبيعي لواحد على اثنان يساوي اللغاريتم الطبيعي لـ E أس سالب K في T وبهذا تخلصتم من E ليبقى لديكم اللغاريتم الطبيعي لواحد على اثنان ويساوي سالب K في T النصف إذن عمر النصف يساوي سالب اللغاريتم الطبيعي لواحد على اثنان على K استخدموا الآلة الحاسبة لإيجاد اللغاريتم الطبيعي لواحد على اثنان أو صفر فاصلة خمسة ويساوي سالب صفر فاصلة ستة تسعة ثلاثة ولديكم إشارة سالب أخرى هنا وسالب في سالب موجب إذن عمر النصف يساوي صفر فاصلة ستة تسعة ثلاثة على ثابت سرعة التفاعل K هذه قيمة عمر النصف للتفاعل من الرتبة الأولى K يمثل قيمة ثابتة وكذلك الحال بالنسبة لي الصفر فاصلة ستة تسعة ثلاثة إذن عمر النصف ثابت أيضاً أي أن عمر النصف للتفاعل من الرتبة الأولى ثابت ومستقل عن التركيز الابتدائي لـ A عودوا إلى الرسم البياني أعلى لإثبات ذلك وافترضوا أن التفاعل بدأ عند نقطة تركيز ابتدائي معينة تمثلها الجسيمات الثمانية المبينة باللون الأحمر ومع استمرار التفاعل فقد المتفاعل نصف تركيزه أي بقي منه أربعة جسيمات وعليه أين ستقع هذه النقطة على هذا الرسم البياني؟ تمثل هذه النقطة هنا التركيز الابتدائي وبما أن المتفاعل فقد نصف تركيزه فإن هذه النقطة تمثل نصف التركيز الابتدائي ارسموا خطاً منها باتجاه المحور الأفقي X والذي يمثل الزمن بالثواني افترضوا أن هذه النقطة تمثل عشر ثوان وهذه عشرين ثانية، ثلاثين ثانية، أربعين ثانية، وهكذا إذن الزمن اللازم لانخفاض تركيز المتفاعل إلى النصف يساوي عشر ثوان وتمثل الجسيمات الأربعة هذه التركيز الذي انخفض من ثمانية على أربعة أي إلى النصف إذن عمر النصف لهذا التفاعل يساوي عشر ثوان ما هو الزمن اللازم لانخفاض التركيز عند هذه النقطة إلى النصف أي إلى إثنان؟ تقع النقطة التي تمثل التركيز إثنان هنا على هذا الرسم البياني لاحظوا أن الزمن المستغرق لانخفاض تركيز المتفاعل إلى النصف يساوي عشر ثوان والوقت المستغرق لانخفاض التركيز من إثنان إلى واحد هو عشر ثوان أيضاً أي أن عمر النصف يساوي عشر ثوان وهذا يعني أن عمر النصف ثابت ومستقل عن التركيز الابتدائي فلا يهم إن كان عدد الجسيمات التي بدأ بها التفاعل ثمانية أو أربعة أو إثنان حيث أن عمر النصف بقي ثابتاً في كل مرة ويساوي عشر ثوان كان هذا توضيحاً لمفهوم عمر النصف للتفاعل من الرتبة الأولى نصل بذلك إلى ختام الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر